النهاردة جالي يا حالة بخبر حلو قوي من الحالات الجميل ان هي يعني حبت تنقل التجربة بتاعتها لان هي تبهدلت ولفت كتير في مشكلة التشنج المهبالي وصعوبة انه يحصل علاقة فالنهاردة جات لي جاي بالي مومتها وقالت لي ما هي ما شاء الله بعد ما عملت الجلسات عندي ما شاء الله جابت بنتين حلوين زي الامر وحياتها كلها استقرت الزوجية وخلفت وعندها احلى بنتين في الدنيا. اه حبينا ننقل التجربة بتاعتها انا انا اولا يعني يعني عاجزة عن الشكر لها. اه ان هي يعني بجد اه الموضوع شوية اه يعني حساس بس هي حبت ان هي تنقص كل بيت بيتعرض للمشكلة دي. وتنقل التجربة اه اللي هي مرت بيها علشان ما حدش يمر بيها تاني. وتكون ربنا جعلها سبب من الاسباب اه انه ان هي يعني اه تساعد الناس على استمرار البيوت وان تشنج المباني ليه علاج لان في ناس كتيرة للاسف وصلوا بعد الشر للطلاق والانفصال بسبب المشكلة دي. ربنا يا رب يحبس كل بيوتكم كده وبيوت الناس كلها. اه رو انا مسلا من خمس سنين كده اه اه اعدت سنة كاملة ما فيش اي حاجة اه مع العلاقها مبتحسنش نهائي في دشنجات اه اه واعدت ضغر بقى وده كاترت الناسة كتير وعلاقت كتير وحاجات كتير قوي. عادت اللي في الموضوع ده سنة كاملة. لحد ده ما عادت ادور عالنت كده قابلت دكتورة رانيا بالصدفة. الكلام عليها. فاجد. يا دوبك الحمد لله تلات جلسات. ويبقيت كويسة جدا. الحمد لله. ويجبت بنتين دلوقتي. يعني اتقول من تاني شهر على طول الجلسات. انا عملتها مثلا اخر الشهر. اه تاني شهر عباكم تحالي. متى التسعة شهر وجبت بك. ربنا يخلي غالك. ويا ربي ايش يكون الناس وعدين يقول الناس اللي عندهم تشنج ميبالي. ده حاجة يعني هو مرض. كنت بحسب ان هو اصلا ماروش علاج. اه. يعني لان انا دفت كتير بحسب ماروش علاج. ده كنت باخد منومات. باخد حاجات كتير قوي. وما فيش هنا حاجة منها جابت نتيجة. لحد بقى من الحمد لله توصلت. مابتش مصدق لعنة مع اول جلسة برضو عملتها. مابتش متوقع ان انا هخيف. لحد مع تلس جلسة لقيت نفسي ايدي ماشاء الله. بقيت رعاية زي مايش. الحمد لله. عايزين ندي نفسي. هنقلب الموبايل بقى صوريني انت. عايزين ندي نفسي للناس بسرع. يعني يتشنج ميبالي. التشنج ميبالي. ده بيبعبارة عن تشنج في عضلات الخود وعضلة المهبل. بتمنع ان يحصل علاقة زوجية. احنا بنشتغل على عضلات الخود وعضلة المهبل. هنا بيقول ثلاث جلسات دايما بقول صعوبة المشكلة دي. في ان انت توصل مين الدكتور اللي بي علينا. مين المتخصص في علاجها? اه طبعا هو تخصصنا لان المشكلة بتبقى مشكلة في عضلات الخود وبتبقى في عضلة المهبل. فاااا ما بنعمل جلسات بنركي عضلات جدار الخود كل لها. مش بنركيها بنوصلها للطون الطبيعي بتاعها. وبنعمل اه جلسات اه بجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي بيدخل على درجة التشنق. وبيدينا قرية اه لدرجة الانقباط ودرجة الانبساط. فده بيخلينا بفضل اللي بقى متأكدين جدا من المتائب. اه انا النهاردة كنت سعيدة جدا بالحالة دي ان هي قالتي ان هي جابت اه توقم. اه جابت قصدي بنتين ورا بعض وكان فيه حد قبل كده من العراق. بعتني صورة التوقم اللي جابوهم. فدي من الحالات الاتساعية ان مش بس مجرد عليك. احنا 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 الحمد لله كنا سبق في انه اسرة تكمل حياتها والنمي شامل ليلة. واشكري جدا 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 جدا. عالكلام اللي هموني بشتريكم الله. ربنا نخليكم الله. بدي عالم. بدي عالم. بدي عالم.